بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ظل المحاولات الروسية لاحتلال وضم أوكرانيا التي بدأت فعليا مع غزو القرم وضمها في عام 2014 وبينما يعزي البعض حرب بوتين بأنها محاولة لمن يتقدم النيتو باتجاه الشرق يرى آخرون أن هناك بعدا دينيا وسببا مبطا آخر يتمثل برغبة بوتين بالاحتفال بعيد الفصح في كييف لمعرفة التفاصيل أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية تحظى أوكرانيا وكييف خصوصا بأهمية خاصة بالنسبة للكنيسة الأرسوذكسية الروسية لدرجة أنه عندما دخل الشعب الروسي في المسيحية الأرسوذكسية في نهاية القرن العاشر كان من المقبول أن يكون المركز الأرسوذكسي الأول هو كييف لذلك بصرف النظر عن أطروحة القوميين الروس بأن الشعب الأوكراني تاريخيا جزءا لا يتجزأ من الهوية الروسية فإن أوكرانيا جزء لا يتجزأ من المسيحية الأرسوذكسية الروسية لكنيسة موسكو وفي أوكرانيا حيث 78% من السكان هم من الأرسوذكس كانت الكنيسة الأرسوذكسية الأوكرانية تابعة تقليديا للكنيسة الأرسوذكسية الروسية منذ عام 1686 وحتى انفصالها عنها حتى عام 2018 بسبب الغزو الروسي للقرم عام 2014 وبذلك قبلت الكنيسة الأوكرانية رسميا ككنيسة مستقلة وبطبيعة الحال اعتبرت كل من كنيسة موسكو والإدارة الروسية هذا الانفصال بأنه مؤامرة غربية لفصل أوكرانيا عن روسيا ليس سياسيا وحسب بل أيضا ثقافيا ودينيا وهو ما دفع البعض للاعتقاد بأن فلاديمير بوتين وحربه الحالية على أوكرانيا ما هي إلا محاولة لتحسس خطى جده فلاديمير الأول الكبير أمير كييف بين عامي 1978 ميلادية و2015 الذي اعتنق المسيحية بعدما كان وثنيا وجعلها ديانة شعبه فلاديمير بوتين على خطى جده فلاديمير الكبير في أعقاب اعتناق فلاديمير الكبير المسيحية رغبة في بناء حلف سياسي مع باسيل الثاني إمبراطور بيزنطة الذي طلب منه اعتناق المسيحية شريطة قبول زواجه من شقيقته الأميرة آنة أمر فلاديمير الكبير بتأسيس بوتروكية كييف لتكون مركز نشر للأرسدوكسية في عموم الإمبراطورية الروسية التي كانت تدين بالوثانية ونظرا للرمزية الكبيرة التي تحظى بها الكنيسة وكييف عموما في وجدان الروس وتاريخهم الديني يرى القص البريطاني جيل فريزر أن بوتين يطمح لاستعادة كييف المدينة الأم للإرسدوكسية الروسية في محاولة لاستعادة أمجد فلاديمير الكبير بحسب مقال نشره على موقع أنهيرد يحمل عنوان مصير بوتين الروحي وعلى الرغم من تراجع دور الكنيسة في روسيا خلال حقبة الاتحاد السوفيتي إلا أنها بدأت في استعادة جزء من نفوذها خلال التسعينيات لكنها في عهد بوتين حضيت بفرصة استعادة صدارتها وباتت تعتبر رمزا من رموز قوة بوتين حيث استخدمها لتعزيز مكانته ولدعم سياساته الداخلية والخارجية حتى عام 2018 كانت الكنيسة الأرثوزوكسية الأوكرانية تابعة رسميا إلى الكنيسة الأرثوزوكسية الروسية لكن العلاقة بين الكنائس الأرثوزوكسية في أوكرانيا وروسيا قد تغيرت منذ عام 2019 بعد أن اعترف برثولوميو الأول البطريرك المسكوني الأول ورئيس الكنيسة الأرثوزوكسية الواقعة على ضفاف خليج القرن الذهبي بإسطنبول والمعروفة باسم الفنار باستقلال الكنيسة الأرثوزوكسية الأوكرانية وما أن أعلن عن قرار الانفصال حتى وصف الرئيس الأوكراني السابق الأمر بأنه انتصار للشعب المؤمن في أوكرانيا على شياطين موسكو فيما أدان بوتين إنشاء الكنيسة الأرثوزوكسية الأوكرانية ووصفها بأنها محاولة لإضفاء الشرعية على المجتمعات الانشقاقية الموجودة في أوكرانيا تحت سلطة إسطنبول وهو انتهاك صارخ للشرائع الأرثوزوكسية وفقا لمقابلة له مع وسائل الإعلام الصربية وكانت الفترة التي تلت احتلال روسيا للقرم عام 2014 شاهدة على بدء مناطق خدمة الكنيسة الأرثوزوكسية في جميع أنحاء أوكرانيا في الانضمام إلى الكنيسة الأرثوزوكسية الأوكرانية لدرجة أنه في وقت قصير انضم 7500 من حوالي 19 ألف منطقة خدمة كنسية إلى كنيسة كييف ومن المعروف أن المشاركة في الكنيسة الأرثوزوكسية الأوكرانية المستقلة من خلال ترك الولاء للكنيسة الأرثوزوكسية الروسية قد زادت بشكل أكبر في بيئة الأزمة الروسية وأوكرانيا وتجدر الإشارة إلى أن الكنيسة الأرثوزوكسية تعمل بموجب نظام الاستقلال الذاتي حيث لا يقدم الأساقفة تقارير فنية إلى أي شخص أعلى منهم كما ويعتبر البطريرك المسكوني بمعنى الأول بين متساويين لكن ذلك لا يعني أن لديه سلطة حقيقية على الكنائس الأخرى بوتين يرغب بالاحتفال في كييف يجادل بعض المؤرخين بأن أحد أهم الأسباب المبطنة للحرب الروسية على أوكرانيا يرجع لأسباب دينية تعظمت بعض ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 وبدء النزاعات في شرق أوكرانيا حيث ازدادت أهمية الانفصال بالنسبة لكنيسة كييف التي حلمت طوال العقود الثلاث الماضية بالانفصال عن كنيسة موسكو من جانبها تقول المؤرخة الأمريكية البارزة ديانا باطلر باس المختصة بتأريخ المسيحية في مقال نشرته قبل أيام إن الغزو الروسي لأوكرانيا الذي نشهده اليوم ليس إلا فصلا جديدا من حكاية قديمة ستكون نهايتها السعيدة من وجهة نظر بوتين الاحتفال بقدس الفصح في كييف كيف لا كيف لا وشغل بوتين الشاغل هو جعل الكنيسة الأرثوزوكسية رأس حربه لتحشيد الروس خلفه في مشروعه لإعلاء القومية الروسية وجوهر أيدولوجيته السياسية التي يسعى من خلالها جعل روسيا قوة عظمى يعترف بها في العالم أجمع استعرضنا مع حضراتكم في هذا الفيديو هذه المعلومات الخطيرة والمهمة عن بعد الحرب التي تجري في أوكرانيا وهل لها أبعاد عقائدية فضلا عن الأبعاد التاريخية والجغرافية وهل يصعى بوتين فعلا لأن يسترد الكنيسة الروسية هناك وأن يعيد الأرثوزوكس إلى التبعية لكنيسة موسكو ولا يعترف بهذا الاستقلال لكنيسة كييف أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر